بالنسبة للرزيستف ماجنيت زي ما بقول هو عبارة عن كويل. كويل ده بيتحط على حاجة كور كده. ويبقى الكور دوت مجرد بس نجد بمشي الكورنت اللي عندي هنا دوت. فهو بالقوارين بتاعت فلمنج بيلاقي ان فيه عندنا يعني باسيكلي عندنا ماجنيتك فيل في الديركشن ده. حسب القاعدة بتاعت فلمنج اللي هو الرايت هاند فلمنج. فباسيكي يبقى عندنا ماجنيتك فيل الرايتشن اللي هو مقابل الرايتشن بتاع الكورنت بتاعي. واقدر اتحكم بقى في البي زيرو بتاعتي بحسب الكورنت اللي انا ماشي ده كام. طبعا بمشي هنا الكورنت عالية جدا جدا عشان نحصل على البي زيرو اللي احنا عايزينه. فطبعا بيبقى عندنا مشكلة ان طبعا استعلاك الجهرابي بيبقى ضخم جدا. وفي الوقت نفسه احنا بمشي في كويل. كويل ده بيبقى فمعنى كده بيبقى لازم يفيك كولينج للكويل دوت عشان ما يحصلش الهيت اللي طالع من الكويل دوت يعمل اي مشكلة للبيشن اللي موجود جوه الماجنيت او للمكان اللي موجود فيه الماجنيت دوت. فطبعا هو العيب بتاعه برضو انه هو ما يدارش نحصل منه على ماجنيتك فيلد كبير. احنا ممكن اكشن نطلع زيادة عن كده شوية ناس بتوصل لغاية مسلا واحد تسلا ولا حاجة. بس يعني الهوموجينيتي بتاعت الفيلد نفسها الهوميتي بتاعته او التجانس بتاعه عشان يبقى كله زي بعضه في كل الاماكن ما هواش عالي يعني ممكن اماكن تختلف عن اماكن. وفي نفس الوقت ما هواش برضو خفيف يعني يعتبر 4000 كيلو اصغر من التاني طبعا بس برضو يعتبر الى حد ما مش خفيف يعني. ولازم طبعا حتة بتاعت الايه الكولينج دي حاجة مهمة جدا علشان نقدر نحنا نمانتين بتاعه من غير ما يكون فيه مشكلة. اشتركوا في القناة